الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج الذكر والدعاء ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لرضاه وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته معاشر الإخوة الكرام حلقة هذا اليوم الحديث فيها سيكون عن الكلمات الأربع التي هي خير الكلمات وأحبها إلى الله عز وجل وهي كلمات عظيمة الشأن جليلة المعنى كبيرة الفائدة عظيمة الأثر ورد في فضلها نصوص متكاثرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والكلمات الأربع هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وفي حلقة هذا اليوم على طائفة طيبة ونخبة مباركة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في بيان فضل هؤلاء الكلمات الأربع ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله لا يضرك بأيهن بدأت وقد روى هذا الحديث الطيالسي في مسنده بلفظ أربع هن من أطيب الكلام وهن من القرآن لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا الحديث أفاد فضيلة عظيمة من فضائل هؤلاء الكلمات الأربع ألا وهي أن هؤلاء الكلمات أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى وفي الرواية الأخرى قال أطيب الكلام فهؤلاء الكلمات هن أطيب الكلام على الإطلاق وهن أيضا أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى ومما جاء أيها الإخوة الكرام في فضائل هؤلاء الكلمات الأربع ما ثبت أيضا في صحيح الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس والحديث يفيد فضلا عظيما لهؤلاء الكلمات ألا وهو أنهن خير من الدنيا وما فيها لأن الشمس تطلع على الدنيا كلها وقوله عليه الصلاة والسلام في هؤلاء الكلمات أنهن أحب إليه مما طلعت عليه الشمس أي أحب إليه من الدنيا وما فيها لأن الشمس تطلع على الدنيا بما فيها فهؤلاء الكلمات لهن من الفضل والمكانة والمنزلة أنهن خير من الدنيا وما فيها كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فضائل هؤلاء الكلمات الأربع ما ثبت في مسند الإمام أحمد وشعب الإيمان للبيهقي بإسناد جيد عن عاصم ابن بهدلة عن أبي صالح عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد كبرت وضعفت فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة امرأة كبيرة وضعف بدنها بسبب كبر السن ولازمت الجلوس فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرشدها إلى كلام تقوله وهي جالسة لتفوز بثواب عظيم وأجر جزيل من الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم سبح الله مئة تسبيحة فإنها تعدل لك مئة رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل واحمد الله مئة تحميدة تعدل لك مئة فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله وكبر الله مئة تكبيرة فإنها تعدل لك مئة بدنة مقلدة متقبلة وهلل لله مئة تهليلة تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به قال المنذري رحمه الله في كتابه الترهيب والترهيب رواه أحمد بسند حسن وحسنه الألباني رحمه الله تعالى ولنتأمل معاشر الإخوة الكرام في هذا الثواب العظيم لمن يسبح مئة تسبيحة ويحمد مئة تحميدة ويكبر مئة تكبيرة ويهلل مئة تهليلة لنتأمل في هذا الثواب العظيم في حق من قال هؤلاء الكلمات مئة مرة فمن سبح الله تبارك وتعالى مئة تسبيحة فإنها تعدل عطق مئة رقبة من ولد إسماعيل وخص بني إسماعيل بالذكر لأنهم أشرفوا العربي نسبا ومن حمد الله تبارك وتعالى مئة تحميدة أي قال الحمد لله مئة مرة كان له من الثواب مثل ثواب من تصدق بمئة فرس مسرجة ملجمة أي عليها سراجها وعليها لجامها لحمل المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى ومن كبر الله مئة مرة أي قال الله أكبر مئة مرة كان له من الثواب مثل ثواب من أنفق بمئة بدنة مقلدة متقبلة ومن هلل مئة أي قال لا إله إلا الله مئة مرة فإنها تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتى به فهذا ثواب عظيم وأجر جزيل يترتب على هؤلاء الكلمات الأربع التي هن أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى ومن فضائل هؤلاء الكلمات معاشر الإخوة الكرام أنهن مكفرات للذنوب فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وسنني الترمذي ومستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبدي البحر حسنه الترمذي وصححه الحاكم وأقره الذهبي وحسنه الألباني والمراد هنا بالذنوب المكفرة ما دون الكبائر أما الكبائر فلابد فيها من توبة لا يكفرها التسبيح والتهليل والتحميد والأعمال الصالحة بل لا بد في الكبيرة من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر فالكبيرة لا بد فيها من توبة صادقة إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوح يندم فيه صاحب الكبيرة على فعلها ويقلع عنها ويعزم ألا يعود إليها وفي معنى هذا الحديث المتقدم في الدلالة على تكفير هؤلاء الكلمات الأربع للذنوب ما رواه الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه شجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر تساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة حسنه الألباني رحمه الله ومن فضائر هؤلاء الكلمات الأربع أنهن غرس الجنة روى الترمذي في سننه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقيت ليلة أسري بي لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وثمت حديث أخرى تدل على عظم فضل هؤلاء الكلمات الأربع وعظم مكانتهن وما يترتب عليهن من الثواب العظيم والأجر الجزيل ولنا مواصلة حديث حول هذا الماء عن فضائل الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فمن فضائل هؤلاء الكلمات أنه من عمر وأمد الله سبحانه وتعالى في عمره وأطال في حياته وهو يكثر التسبيح والتحميد والتهليل يكثر من هؤلاء الكلمات فإن له منزلة علية ورفيعة عند الله سبحانه وتعالى جاء بيانها في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والنساء في كتابه عمل اليوم والليلة بإسناد حسن عن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أنفار أو أشخاص من بني عذرة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفينيهم أي في إيوائهم وإطعامهم من يكفينيهم قال طلحة أنا يا رسول الله قال فكانوا عند طلحة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا أي في الجهاد في سبيل الله فخرج فيه أحدهم فاستشهد أحد هؤلاء الثلاثة قال ثم بعثا آخر فخرج فيه آخر فاستشهد قال ثم مات الثالث على فراشه قال طلحة رضي الله عنه فرأيت هؤلاء الثلاثة أي رآهم في المنام رأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة يعني رأيتهم في الجنة فرأيت الميت على فراشه أمامهم رأاه متقدما عليهم مع أن الأثنين الأولين استشهد في سبيل الله وهذا مات على فراشه ورآه الأول أو المتقدم عليهم في المنزل في الجنة ورأيت الذي استشهد أخيرا يليل ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم قال فدخلني من ذلك استراب من الأمر قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنكرت من ذلك أي ما هو الشيء الذي تنكره من ذلك ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده والحديث يدل على فضل من طال عمره وحسن عمله كما ثبت بهذا المعنى حديث آخر قال فيه عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله ومن أعظم ما يحسن به عمل المرء في حياته أن يكثر من هؤلاء الكلمات الأربع العظيمة الشأن ومن فضائل هؤلاء الكلمات الأربع أن الله تبارك وتعالى اختارهن واصطفاهن لعباده ورتب على ذكره بهن وجورا عظيمة وثوابا جزيلا ففي المسند للإمام أحمد ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من الكلام أربعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فمن قال سبحان الله كتب له عشرون حسنة وحطت عنه عشرون سيئة ومن قال الله أكبر فمثل ذلك ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون خطيئة وهنا في هذا الحديث زاد في ثواب الحمد إذا كان من قبل النفس والغالب في الحمد أنه يكون على إثر نعمة فإذا كان الحمد نشأ من العبد ابتداءا كما قال في الحديث من قبل نفسه فإنه يتميز ويختص بهذا الثواب أو بمزيد هذا الأجر المذكور في الحديث ومن فضائل هؤلاء الكلمات الأربع أنهن جنة لقائلهن من النار ويأتين يوم القيامة منجيات لقائلهن ومقدمات له يقدمنه في منزلته عند الله سبحانه وتعالى روى الحاكم في مستدركه والنساء في كتابه عمل اليوم والليلة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم قلنا يا رسول الله من عدو حضر قوله خذوا جنتكم يعني خذوا وقايا لكم يقيكم خذوا شيئا يقيكم فقال الصحابة يا رسول الله نأخذوا وقايتنا أو جنتنا من عدو قد حضر قال لا بل جنتكم من النار قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ووفقه الذهب وصححه الألباني وقد تضمن هذا الحديث إضافة إلى ما تقدم وصف هؤلاء الكلمات بأنهن الباقيات الصالحات وقد قال الله تبارك وتعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ومعنى الباقيات أي التي يبقى ثوابها ويدوم أجرها وهذا خير أمل يؤمله العبد وأفضل ثواب يناله ومن فضائل هؤلاء الكلمات الأربع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهن ثقيلات في الميزان روى النساء في عمل اليوم والليلة وابن حبان في صحيحة والحاكم وغيرهم عن أبي سلم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بخن بخن وأشار بيده بخمس ما أثقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه أي عند الله عز وجل صححه الحاكم ووافقه الذهبي وللحديث شاهد من حديث ثوبان رضي الله عنه خرجه البزار في مسنده وقال إسناده حسن وقوله في هذا الحديث بخن بخن هي كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء وبيان تفضيله ومن فضائل هؤلاء الكلمات الأربع أن للعبد بقول كل واحدة منهن صدقة روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر وقد ظن هؤلاء الفقر من الصحابة رضي الله عنهم أن لا صدقة إلا بالمال وهم عاجزون عن ذلك فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة وذكر في مقدمة ذلك هؤلاء الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ومن فضائل هؤلاء الكلمات الأربع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهن بدلا عن القرآن الكريم في حق من لا يحسنه من لا يحسن قراءة القرآن روى أبو داود والنساء والدار قطني وغيرهم عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني قال فعلمني شيئا يجزيني قال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فقال الأعراب هكذا وقبض يديه فقال هذا لله فما لي قال تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وهدني فأخذها الأعرابي وقبض كفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه بالخير فهذه أيها الإخوة الكرام جملة طيبة ونخبة مباركة وطائفة مباركة من الأحاديث الدالة على فضائل هؤلاء الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مما يدل على عظم شأن هؤلاء الكلمات وعظم مكانهن عند الله سبحانه وتعالى وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة شرح لمعاني هذه الكلمات وبيان أيضا لمزيد من الفضائل الواردة في هؤلاء الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإلى الملتقى على خير إن شاء الله في حلقة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة